المترجم للقناة وما إلها علاقة فيها سلة الخضار والفواكه واللحوم والدجاج يعني السلة الغذائية بأيد وزارة الزراعة ووزارة مش عارفة تدير ملف المول أكيد مش متوقعين منها تدير ملف سلة الغذائر وزارة الصناعة والتجارة مش فاضي تراكب الأسواق وتضبط جشعة التجار الحكومة ما قدرت يا إخوان يتمون على البنوك مشان تأجيل قروض العالم لشهر رمضان بس الحكومة ترضخ الأمر البنك برفع الفائد على القروض مرات عديدة وهذا الأمر بالنسبة لي أنا مش مستغرب نهائيا مش مستغرب لأنه إحنا بدولة البنوك هي من تقرر يعني إحنا بالدولة بهاي الدولة البنوك من تقرر والبنوك صاحبة القول الأول والأخير نحن نعيش في دولة البنوك داخليا من يقرر البنوك وخارجيا من يقرر البنك الدولي دولة رهنة حالها للبنوك جوه وبره والله ما أنا عارف المواطن من وين بدي لقيها الحكومة تطلع على اللي بديبته والبنوك ماصة مش بس دمه دمه أولاده كمان جشع التجار وأنيابهم تنتظر دخول شهر رمضان لافتراسيين وزي ما حكيت لكم الحكومة عاملة حالها مش شايفة طبعا التجار وزارة الزراعة واضح إنه ملف سلت الغذاء أكبر منها بكتين وزارة الصناعة والتجارة بتكتفي بجولات ميدانية خجولة على الأسواق هيك عن العين يعني لو وزارة الصناعة يا أخوان والتجارة تفعل فرق التفتيش بشكل حقيقي بس تلاقي مخالفات وتمسك كم منتاجر من الجشعين تحطهم بالسجن وتعلن عنهم وعن أسمائهم وأسماء محلاتهم مشان يتربى باقي التجار أكيد وقتها الوضع بيختلف يعني أي واحد بلف بالأسواق بيعرف إنه في فلة حكم بالأسواق كل واحد حاط سعر حبة الشوكولاتة بطريقة مختلفة على الأسواق يا جماعة نص المحلات وخاصة اللي بتعمل عروب على الأسعار في كثير من منتجاتها على كثير منتجاتها اللي بتعمل عروب أسعار بتبيعها بتلاقيها إلها بتضيلها أسابيع وأحيانا بضع أيام بتنتهي صلاحيتها في بعض الأسواق الشعبية بتنباع فيها المواد منتحت الصلاحية أنا مش فاهم ليش ما يكون في قبضة حقيقية ورقابة حقيقية نقدر نشوفها ونلمسها زي ما إحنا حاسين إنه في قبضة أمنية والدولة تحسسنا إنها قادرة تفرض هيبتها على الصعيد الأمني ممكن يا دولة اللي تجاوز عمرها السياسي المائة عام تحسسينا إنك قادرة على فرض هيبتك وجودك على التجار الجشعين ما بدنا البنوك لأني ما بعرف لأني بعرف أن البنوك أكبر من حكومة بكتير ممكن تهمنا الحكومة ليش أسعار الدجاج مثلا ارتفعت ارتفعت لأعلى ارتفعت أسعار الوقود ونحن مش عارفين ولا أجانا موجات حر ولا موجات سقيت ولا ارتفعت الصادرات مثلا ممكن يا حكومة تفهمونا ليش سعر الدجاج ارتفع قبل أيام من رمضان يا جماعة الخير والله في كثير عائلات تفرق معاها لو ارتفع كيلو الدجاج شلن شلن واحد خمس قروس جد ممكن حدا يفهمني شو صار مع الدجاج ليش هسا ارتفع يا عمي مش انت حكومة ممكن يا دوت الرئيس تكلف أكمن وزير من عندك يلفه على القرى النائية والمخيمات وعلى البوادي ويعطوك تقرير مصور عن حال الناس والعائلات المعدومة مش هذا جزء من عمل الحكومة يا رجل بلكي بس شفت تقاريرهم رحمت الشعب شوي الدنيا مش قمره ربيع والناس والوضاع الناس كثير سيئة والفقر والبطالة هي السمى الأبرز عند الشعب الأردين هذا الواقع للأسف واقع عليم فبسوا يا حكومتنا الرشيدة ترحموا الناس شوي السلام عليكم اشتركوا في القناة